السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائيهم وتابعين الكرام يارب تكونوا دايما بخير وإن شاء الله تحققوا كل ما تتمنوا أنا جبت لكم النهاردة قصة زريفة جدا وقصيرة بعنوان هو وزوجته عند نقطة التفتيش انظر ماذا فعل الزوج في هذا الموقف هنبدأ مع بعض القصة يحكى أنه كان هناك يوما رجلا مسافرا في رحلة مع زوجته وأولاده بالطريق قابل شخص هذا الشخص يريد الركوب معه مستيارة فسأل الرجل من أنت؟ قال أنا المال فسأل الرجل زوجته وأولاده هل ندعه يركب معنا؟ فقالوا جميعا نعم بالطبع فبالمال يمكننا أن نفعل أي شيء أي شيء نريده؟ فركب معهم المال وصرت السيارة حتى قابل شخصا آخر فسأله الأب من أنت؟ قال أنا السلطة والمنصب فسأل الأب زوجته وأولاده هل ندعه يركب معنا؟ فأجابوا بصوت واحد نعم بالطبع فبالسلطة والمنصب نستطيع أن نفعل أي شيء وأيضا يمكننا أن نمتلك أي شيء نريده فركب معهم السلطة والمنصب وقابلوا في طريقهم أشخاص كثيرون بكل شهوات وملذات ومتاع الدنيا حتى قابلوا شخصا فسأله الأب من أنت؟ فأجاب الشخص قال أنا الدين فقال الأب والزوجة والأولاد في صوت واحد ليس هذا وقته فنحن نريد الدنيا ومتاعها والدين سيحرمنا منها وسيقيدنا وسنتعب في الالتزام بتعاليمه وحلال وحرام وصلاة وحجاب وصيام وواواوا وسيشق ذلك علينا ولكن من الممكن أن نرجع إليك بعد أن نستمتع بالدنيا وما فيها فتركوه وصارت السيارة تكمل رحلتها وفجأة وجدوا على الطريق نقطة تفتيش وكلمة كف ووجدوا رجلا يشير للأب أن ينزل ويترك السيارة فقال الرجل للأب أنا أفتش عن الدين هل معك الدين؟ فقال الأب لا لقد تركته على بعد مسافة قليلة فدعني أرجع وقاتي به فقال له الرجل إنك لن تستطيع فعل هذا فالرحلة انتهت والرجوع مستحيل فجأ الأب ولم يستطع الرد ووقف ينظر ولكنه عاود القول ولكن معي في السيارة المال والسلطة والمنصب والزوجة والأولاد فقال له الرجل إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وستطرق كل هذا وما كان لينفعك إلا الدين الذي تركته في الطريق فسأله الأب من أنت؟ قال الرجل أنا الموت الذي كنت غافلا عنه ولم تعمل له حساب وعند ذلك نظر الأب للسيارة فوجد زوجته تقود السيارة بدلا منه وبدأت السيارة تتحرك لتكمل رحلتها وفيها الأولاد والمال والسلطة ولم ينزل معه أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها وما سيكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور صدق الله العظيم وأخيرا أحبائي وأعزائيهم تابعين الكرام طبعا أنتوا فهمتوا المقصد من هذه القصة القصة دي تذكرنا بأن كل إنسان لازم يتدخر لآخرته ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ولا ينسى ذكر الله دائما وأترككم في رعاية الله وحفظه وأتمنى أن تكون عجبتكم القصة المبسطة اللي بتذكر الناس بأن لازم يتدخروا لآخرتهم كما يتدخروا لدنياههم بل يتدخروا لآخرتهم أكثر من دنياههم لأن الدنيا كلها متاع الغرور ولن يصبنا منها ولا شيء إلا العمل الصالح دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوني بدعوة حلوة بظهر الغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ه знает سميال تنسوني بدعوة حلوة حلوة ينسوني بد Canyon �